التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة النعم ميارة وخلال اللقاء ناقش الجانبان أهمية تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين والبلدين الشقيقين والآليات الكفيلة بدعم المواقف المشتركة في المحافل الدولية وفي مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكد البركاني أن العلاقات اليمنية المغربية متجذرة في أعماق التاريخ وتربطنا منذ القدم وتحتل مكانة كبيرة في قلوب اليمنيين مشيرا إلى أن موقف اليمن ثابت من مغربية الصحراء وأن أي حل لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه واستعرض الأوضاع التي تعيشها بلادنا في ظل انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية على السلطة الشرعية وخطورة استمرار الانتهاكات والجرائم الحوثية المروعة ومصادرة الحقوق والحريات والدعم الإيراني للميليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وقصفهم المواطنين والنساء والأطفال والمنشآت والموانئ وجرائمهم العابرة للحدود باستهداف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في تحدي يهدد أمن المنطقة والملاحة البحرية الدولية ومصادر الطاقة كما أشار إلى قيام الميليشيا الحوثية بفرض ما أسمته مدونة السلوك الوظيفي بدلاً عن الدستور والقانون وشراء السماوية وجعلت هذه العصابة من كلام سلالتها الإرهابية بديلاً لكل ما أنجزته اليمن من تشريعات على طريق بناء الدولة الحديثة مشيراً إلى التعذيب الوحشي وإعدام صغار السن وسجن النساء واعتقال السياسيين والصحفيين وغيرهم وحجم المأساة الإنسانية التي بلغت دروتها وأصدار ما يسمى بأحكام الإعدام ضد أعضاء مجلس النواب الذين يرفضون انقلاب الميليشيا الإرهابية الحوثية ومصادرة ممتلكاتهم وسجن أقاربهم وقال البركاني نحن أمام كارثة لكننا مصرون على تياوزها واستعادة النظام الجمهوري والحفاظ على المكتسبات الوطرية وفي مقدمتها الديمقراطية والثورة والوحدة متمن كل الجهود الكبيرة التي يقومون بها الأشقاء في المغرب قيادة وحكومة وشعباً ومن جانبه عبر رئيس مجلس المستشارين عن صعادته بهذا اللغاء الذي يندرج في إطار تعزيز الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين الشقيقين وحرصه على تنسيق المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية الدولية معبراً عن تقدير المغرب ملكاً وحكومة وشعباً لموقف اليمن الدعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وأكد وقوف بلاده غير المحدود إلى جانب اليمن بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه واستعادة الشرعية الدستورية لما من شأنه تلبية تطلعات اليمنيين في الأمن والسلام والاستقرار مبدياً استعداد مجلس المستشارين لأي موقف يخدم اليمن وشعب اليمن مؤكداً موقفهم الرافض لتدخلات أذرع إيران والمتمثلة بالميليشيا الحوثية في اليمن وتزويدها بالطائرات المسيرة وبالصواريخ الباليستية ومحاولات زعزعة الاستغرار في المنطقة والمساس بالأمن القوم العربي وتهديدها للمياه الإقليمية الدولية والممرات المائية ترجمة نانسي قنقر